اشتركوا في القناة الفيديو بيتني الله على بركتي الله اول حاجة غضي نوجده شرمولا باش غنشرملو السردين هنا يا عندي آآ زعتر زعتر اللي كنحاول نضغط عليها كتاب باش كي آآ معاك يكون يابس وهنا غنزيد علي وحد معلقة كبيرة ديل آآ قصبر يابس نصف ملعقة صغيرة ديل كامون اللي آآ صحيح هنزيد عليهم هنا شوية ديل الملح باش الملح كتساعدنا باش دوك توابيل يعني كي يتقو آآ بسهولة وممكن تحنوهم يلا بغيتو أو تستعملوهم مطحونين غيهم مطحونين را كيكون مدق ناقص وحتى القيمة الغذائية كتكون ناقصة هنا استعملت آآ الثوم آآ كان استعمل دائما كمية كبيرة استعملت قريبا خمسة ديل الفصوص وهنا الفلافل عندي في الفلاخضرة وفي الحمراء وفي الفلسفرة احتى هما حطيت فيهم يعني كل وحدة فص من الثوم هنا نكملو الشرمولة ديالنا زدت هنا معلقة صغيرة ديل ديل هريسة شوية ديل كوركم اللي هو الخركم البلدي وقطعتين كيف ما كتشوفهم معي ديل زنجبيل زنجبيل كيتوه تمزيان مع المدق ديل السردين الطاري وهنا غدا نزيد شوية ديل قصبر صافي غدا نطق هاد هاد الشرمولة كامل عام زيان وغدا ندوزو باش غدا نوجدو هاد السلسل اللي غدا نعمرو بها او الحشوة اللي غدا نعمرو بها هاد السردين هادا اللي كتجي يعني بحل باستو منقولو باستو ماغوكا انا كله وحده غنزيدو فيها شوية ديل ديل الملح ومعلقة كبيرة ديل قصبر يعني كله بول غنزيد فيه معلقة ديل قصبر وغدا نزيد وحد طريف صغير ديل الحمض المصير بش غيل الددلية يعطينا ديك الحموضة هاد الفلافيل هادي يعني حموضة خفيفة وحنا هنزيد تقريبا ملعقة صغيرة في كل فلفلة باش اغضلنا انطحنهم من بعد وممكن زيدو لهم شوية ديال ديال الحار اللي هو اللي نسيت انا او البزار هنا سفي الشرمولة ديالي يعني اه بجداد سفي دقيتها مزيان يعني بطريقة القديمة وهنا عندي نصف حمضة مصيرة لقطعتها قطع صغيرة وشوية ديال زيت الزيتون ملعقة صغيرة ديال تحميرها او الفلفلة حمراء ما فيها الشرمولة ديالي وجداد لي كتكون هاد الشرمولة هادي لديدة الزافلة ما تطحنوها ممكن تطحنوها ولكن هكذا يعني ها بها الطريقة هادي كيبقوا يعني كنبقوا نحسوا بالمادقة ديالها الى طحنتو هارا كتطلق الماء بزاف تكشي باش هالطريقة هادي ما كيتطلقش الماء بزاف هنا من بعد ما عمرت يعني السردين ديالي كلو شرملتو خليتو ممكن تخليو يرتاحي لكن عندكم الوقت باش تشرب ديالي شرمولة مزيان وهنا السلصة هاد السلصة هادو يعني هاد الفلفلات اه طحنتهم الى بغيتو تزيدو مازال تكتروا ليهم في اللون يعني ممكن بما اننا طحناهم مع زيت الزيتون وزيت الزيتون اه كيبهت لنا يعني اي سلصة طحناها مع زيت الزيتون اللون ديالها كيبهت يعني الى بغيتوهم اه اللون ديالهم يبقى اه مجهد يعني احتيت طحن نقطات طحنو عزيدو لهم زيت الزيتون او ممكن زيدو مثلا السلصة الحمراء ازيدو لها اه الفلفلات حمراء وبالنسبة انا يا من بعد غدا نزيد اه اه القصبر للفلفلات الخضراء لان انا مني حطيتهم كاملين انا عمرت هاد السردين عمرته بالفلفلات صفراء والفلفلات الخضراء والفلفلات حمراء بلي بانا ذيك الخضراء ما بانتش بالزيف لكشي باش غنزيد لها شوية ديال ديال القصبر انتو ما ممكن تحنوها يعني ممكن هذه الفلفلات الخضراء تحنوها مع اه شوية ديال القصبر باش كتجينيت اللون ديالها مزيان وحتى ممكن كينا فكرة اخرى ممكن زيدو شوية ديال زيتون الاخضر لذلك تهون تحنوه مع الفلفلات الخضراء او ممكن نزيدو يعني على شكل ورده كتجي واحد المنظر رائع لابغيتو يعني تديرو بزيتون الاخضر والزيتون يعني كنعطيكم افكا اه يعني هادول اللي مجربة هوم وكيجي واحد لده خطيرة جدا اه كتديرو فلفلات الخضر اه عفوا اه الزيتون الاسود والزيتون الاخضر حتى هما كتزيدو مفاد السردين هدا كما انكم ممكن تستعملو غي في الفلفلات حمراء بوحدها او فلفلات خضراء بوحدها لحسب المتوفر عندكم انا كنعطيكم غي افكار اللي كيحب التغيير كيف مع انا كعجبني انا نبدل دائما اه فيتتشاركس معكم طاجين ديال السردين بزيتون الاسود خاصة لك الزيتون الاسود محضر في البيت وما مالحش بزاف كيجي رائع جدا مع السمك اه غالبا هاد الاسمك هديلي كيكون حمراء يعني كيكون لون ديالا او اه عفوا السمك الازرق اه كيتوتى بزاف مع سبحان الله مع الزيتون الاسود. سافي غا نستمر بنفس الطريقة احتى غدا نكمل هاد اه يعني هاد الصلصة هدي كلها اللي عندي. كنعمر هكده يعني السردين على شكل اه عوينا. سافي كيف ما كتشوفو معايا من بعد ما عمرت يعني اه السردين ديالي كامل. انا افرشت لي شوية ديال البصل. قطعتو دوائر باش كيعطي واحد لما رائع لها داك السردين يعني كيجي بحلم شوي. وازد لي اه مطيشة هنا يا سوغيز. يعني للتزيين. وحتى اه اللي كتعجبوه مطيشة سوغيز. سافي هنا في الاتناء سخنت الفرن ديالي الدرجة ديال الحرارة ديالي وتكون ميتين وثلاثين او ميتين وعشرين. يعني باش كيجي بحلم شوي هاد السردين يعني بحلها المضاق ديال الشي. خاصة انه نزلنا تحت منه اه البصل. وآآ مطيشة. سافي باش مني غدا نقدمو غدا نوضعو ان شاء الله البصلة لتحت وسردين من الفوق. هنا كيف كتشوفو معي ديك السلسطة اللي بقعت غدا نشحرها واحد شوية. غدا نشحرها واحد شوية. وباش غدا نقدمها ان شاء الله مع السردين. سافي آآ كيف ما كتشوفو معي شحرتها ولا تخاترها واحد المضاق ديالها ولا زويد. وقد لمتها على هاتشكل يعني زيت ليها شوية كيف قلت لكم بصلة من تحت ومن بعد حطيته آآ دوك العوينة ديال السردين وزيت ليهم هنا شوية ديال زيتون اسود يعني الخص من تحت جاء المضاق رائع جدا نتمنى ان شاء الله تجربوا هالطباق وتردوا علي اخبار كيف العادة وتشاركوا معي تطبيقات ديالكم على صفحة ديالي على الاسستغرام او الفيسبوك و الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة